الكل فرح أيضا بفوز المنتخب المغربي حتى أبناء الشعب المصري فرحوا بفوز المنتخب المغربي بميدالية برونزية حتى وإن كان على حساب المنتخب الوطني المصري الأولمبي بستة أهداف مقابل لا شيء وإن مسهلت يعني مشكلة كبيرة للمصريين لكن في النهاية ذهبت للأشقاء وللأحباب في المغرب ذهبت لأشرف حكيمي لسفيان رحيمي لمونير المحمدي كل هذه الأسماء معلومة ومحبوبة بالنسبة للشعب المصري نعم الخسارة كانت مريرة نتيجة يعني ستة أهداف غلة كبيرة جدا لكن في النهاية أولاد مصر حولوا أن يحصلوا على ميدالية أولمبية استطاعوا أن يفوزوا على بطل هذه الأولمبيات المنتخب الأسباني بهدفين مقابل هدف وحيد أحرازهما إبراهيم عادل لكن في النهاية هذه كرة القدم وهذه الروح الرياضية مبروك للأشقاء في المغرب هرد لك لمنتخبنا الأولمبي الوطني لكن في النهاية نتمنى أن الأخطاء التي حدست في هذه الأولمبيات أن يتم تلافيها في الأولمبيات المقبلة مع الأسف الشديد نعم مصر حصلت على ميدالية زهبية وفضية وبرونزية لكن في النهاية لا تليق مطلقا بسمعة ومكانة وعظمة الدولة المصرية لدينا إمكانيات كبيرة في مختلف العوامل لكن في النهاية النتائج لا تتلاءم مطلقا مع الإسم الكبير نفرح بأي إنجاز عربي نفرح بأي إنجاز لأي دولة مسلمة وتحدثنا كثيرا عن يوسف دي كيتش هذا الرامي التركي الفز الذي أصبح حديثا لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجمع وهو يقوم برماية وضع يده في جيبه وكان يعني حصوله على الميدالية الفضية بمثابة إنجاز كبير لأنه أتى من بعيد واستطاع أن يحقق الإنجاز اللافت للنظر عموما مليون مبروك للأبطال هرد لك للذين لم يحالفهم التوفيق